السلام عليكم شباب الصف الأول الإعدادة وصلنا مع بعض الحل اختبارت رقومة 2 حتى الدرس الثاني الواحدة الرابعة السؤال الأول يقول إذا كانت الزويتان متقابلتان بالرأس متتمتين هنا أخذت معلومتين متقابلتان بالرأس ومتتمتان بالقياس متتمتين يعني مجموحهم تسعين درجة يبقى زاويتين قد بعض ومجموحهم تسعين يبقى قياس كل منهم تبقى الواحدة خمشة ربعين تسعين على اثنين السؤال الثاني يقول إذا كان قياس زاوية ألف يساوي اثنين قياس زاوية به يعني ألف ضعف به يعني النسبة بينهم اثنين إلى واحد الزويتان دول ما لهم ألف تكمل به يبقى زاويتان متكاملتان متكاملتان يبقى مجموحهم مئة وتمانين درجة لا تكتبش المئة وتمانين هنا تكتبها هنا ومجموحهم اثنين واحد تلاتة وأجمع النساء الثلاثة انضربت في ستين عشان تبقى مئة وتمانين يبقى الواحد تنضرب في ستين والاتنين تنضرب في ستين تبقى مئة وعشرين هو أريد قياس زاوية به ستبقى ستبقى ستين درجة اللي هي به وأعرفها دايما ترمى زاويتان متكاملتان واحدة نص التانية يبقى واحدة ستين والتانية مئة وعشرين السؤال التالية تقول لي إذا كان بهدال ينصف زاوية ألف بهجيم ألف بهجيم بهدال ينصف أهو فإن قياس زاوية ألف بهجيم التي هي دين بالنسبة لقياس زاوية ألف بهجيم ليس هو منصف يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي وطالما منصف فهو عايز قلب به جي مليال كبيرة بالنسبة لقلب به ده للليال الصغيرة تبقى ضعفها لان دول زاويتين ودي زاوية واحدة بس فضعفها دي يعني ايه يعني اتنين منها فتبقى الاختيار رقم جي رقم اربعة الزاوية القائمة تكملها تكملها يعني يعمله 180 درجة معايا منها 90 يبقى لي كما عشان توصل الى 180 90 زي ايه تسعين دي اللي هي ايه قائمة برضو نيجل السؤال الثاني بيقول لي مجموعة كياسات الزاوية المتجمعة حول نقطة اقول له 360 ايه درجة لحفظ معلومة حفظ المنصفان لزاويتين متجاورتين متكاملتين يكونان ركز معايا بفدي ادي زاويتين متجاورتين ومتكاملتين اعم مجموح 180 درجة ونفطر ادي 60 ودي 120 اريدين نعمل منصف هنا ومنصف هنا تبقى دي 30 ودي 30 ودي 60 ودي 60 المنصفين اللي ما بالله احمر دور يعملوا لي زاوية كامة 30 وستين تسعين يبقى المنصفان دور حيكونوا ايه متعامدة الزاوية القائمة تتممها زاوية صفرية ليه تتممها زاوية صفرية لان احنا عارفين انه تمم دي تعمل تسعين طالما تعمل تسعين يبقى تسعين زاوية صفرية لاتدينها تسعين السؤال الرابع بيقول لي اذا كان زاوية الف تكمل زاوية به يعني مجموح 180 زاوية الف تطابق زاوية به يعني اداف القياس يبقى قياس زاوية الف بكام بتسعين درجة عشان تسعين وتسعين هما اللي هعملوا لي 180 نقوم بالسؤال الثالث في الشكل المقابل ألف به تقاطع جيم ده لدينا مين قياس زاوية جيم ميم هي تسعين درجة قياس الف ميم جيم يسوي قياس ه ميم به يعني زاويتين ده متساويتين طيب معلومة دي مهمة اوجد قياس زاوية الف ميم جيم وقياس زاوية الف ميم ده اللي هي الزاوية ده طيب احنا عارفين ان ميم الف اللي هو الشعاع ده ميم الف ده نمسح كده عشان تبقى شايف اللي هو ده اتحاد ميم به يدينا زاوية المستقيمة الف به اكتب كده بين قصية زاوية مستقيمة فمعانا كمان ان قياس بما ان قياس زاوية جيم ميم هي يساوي تسعين درجة زاوية تسعين يبقى قدر اقول كمان ان معايا قياس زاوية الف ميم جيم يساوي قياس زاوية ه ميم به ده كده الاثنين دولمات يساوي مية وتمانين ناقص تسعين على اثنين عشان هم لا قدر بعض ما كل ده مية وتمانين ما زاوية مستقيمة هنطرح منها التسعين دي يدقى الاثنين دول قدر بعض يدينا تسعين على اثنين خمسة واربعين درجة يبقى انا كده اجبت الزاوية دي خمسة واربعين عايز قياس زاوية الف ميم دال الف ميم دال اللي هي تحت ديه طيب قياس الزاوية دي احنا عارفين انه الف به بمعنى الف به اللي هو اللي هو انت تشايفه ده تقاطع جيم دال يدينامين يبقى انا طالما في تقاطع يبقى عندي زاويتان متقابلتان بالرأس سيطان في القياس طيب الزاوية ثانية متقابلتان بالرأس مسيطان في القياس اللي هما الف ميم دال وجيم ميم به إذا قياس زاوية الف ميم ده يساوي قياس زاوية جيم ميم به بالتقابل بالرأس احنا معنا دي تسعين ودي خمسة واربعين يبقى مية خمسة وثلاثين الزوية مثلها 135 درجة جميل نأتي للسؤال الثالث في السؤال الثالث يقول لي قياس زوية ألف ميم بهم 40 درجة بهم ميم جيم 100 درجة ميم دال 120 درجة قياس ألف ميم دال 20 أول شيء ترمى زوايا كده حوالي النقطة فنقول بما أن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة يبقى نقدر نجيب الزاوية اللي هي اتنين سين دي اللي اسمها زاوية ألف ميم دال عبارة عن 360 ناقص الزاوية دي كلها اللي هي 40 زائد 100 زائد 120 120 واربعين تبقى 160 ومية تبقى 260 360 ناقص الزاوية دي سين تبقى 100 درجة بس الزاوية دي اسمها 2 سين هو عايز سين فقط يبقى ناسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين تبقى سين تساوي 50 درجة وبكده يا شباب يكون انتهى اختبار ترقومي رقم 2 نتلتق ان شاء الله في اختبار ترقومي رقم 3 ولو فيها اي ملحوظ دي ريت ستبقى لي في الكومنتات عشان نطور السلسلة دي السلسلة مهمة جدا لان كلها حل متحنات سنات سابقة او مش اعتبر هي فعلا كده ف اتمنى تكون الفيديوهات دي بتفيدكم وتساعدكم في التطوير في الرياضيات وبالتوفيق وشكرا سلام الله عليكم